دلوقتي معاد موجز لأهم الأخبار معلمي شكرا لك شازلي التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية المجرية تعد نموذجا يحتذا به في العلاقات بين الدول وخلال مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أربان أضف الرئيس السيسي أن هناك توفقا سياسيا بين البلدين إزاء الكثير من القضايا الدولية وأضف الرئيس السيسي أن المباحثات مع أربان تركزت على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية منوها سيادته أن المباحثات مع الجانب المجري أكدت أيضا أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر وذلك خلال الأطر الزمنية المتفق عليها أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة تمكنت من خلالها من تحقيق إنجازات واسعة في مجال تعزيز وتطوير حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة وبما يتفق مع ما قرره العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وخلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أشر الوزير إلى أنه ورغم تعدد الإنجازات التي تحققت في مجال تعزيز حقوق الإنسان غير أن التحديات ما زالت كبيرة لفتا إلى أن عملية تعزيز وتطوير حقوق الإنسان متراكمة ومستمرة وأن مصر وثق من قدرتها على المضي قدما في طريق الإصلاح بخطا ثابتا واستعرض المستشار عمر مروان أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أعربت مصر عن خالص التعازي وعمق المواساة لليونان في ضحايا حادث اتضام قطار قرب مدينة لاريسيا والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحة كما تقدمت مصر حكومة وشعبا ببالغ تعزيها لضوي الدحايا متمنية سرعة الشفاء للمصابين وأكدت على تضامنها ووقوفها جنبا إلى جنب مع حكومة وشعب اليونان الصديق في هذا الحادث الألم كانت إدارة الإطفاء في اليونان قد أعلنت مصرع 32 شخصا على الأقل وإصابت 85 آخرين بعد استضام قطارين فيما لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة وقال حاكم منطقة لاريسيا أن قطار ركاب كان متوجها من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية وقطار بضائع استضم قرب مدينة لاريسيا بوسط اليونان مضيفا أن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب قرجت عن مصاريها ترجمة نانسي قنقر وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى بغداد في زيارة هي الأولى له للعراق منذ ست سنوات وسيسعى خلالها إلى دعم جهود السلام في بغداد بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في بيان إن زيارة جوتيريش تأتي لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين كما سيلتقي كوتيريش في بغداد عدد من المسؤولين العراقيين من بينهم رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أكد الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أن المعارك تحتدم في محيط بخموت المدينة الواقعة في شرق البلاد والتي تحاول القوات الروسية منذ أشهر الإستلاء عليها وفي روسيا أفاد الجيش من جهته بأنه أسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت البناء التحتية للمدينة من دون التسبب بأضرار وتحطمت إحداها في منطقة العاصمة موسكو للمرة الأولى تبدأ روسيا اعتبارا من اليوم في خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أليساندر نوفاك في تصريحات إن روسيا اتخذت القرار تواعية دون التشاور مع دول أوبيك وأضاف نوفاك أن التخفيض سيؤثر فقط على إنتاج النفط باستثناء مكثفات الغاز وسيتم توزيع حصة الإنتاج بالتساوي بين شركات النفط حسب مستوى إنتاجها نقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين خلال اجتماعا في استوكولم تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال شتاء المقبل وقال توزيرة الطاقة الفرنسية أنيس فانيه إن الدول السبع والعشرين ناقشت خلال الابتماع تمديد عدد من إجراءات الطوارئ لكي نتمكن من ملء مخزوناتين من الغاز بسرعة ومن مواجهة أيضا توترات محتملة بما في ذلك وضع الاستهلاك تحت السيطرة مشاهدين انتهى مجزء التاسعة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل